وفي ظل هدنة مؤقتة عاد بعض سكان القطاع إلى بيوتهم ليجدوها ركاماً وقد تحطمت على رؤوس بعض أحبائهم فالهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضراراً بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى قبل السابع من أكتوبر أوضاع مأسوية غير مسبوقة كان يعيشها أهالي قطاع غزة كانوا يشهدون نقصاً في كل شيء العلاج والطعام والمياه والكهرباء أما الآن وبعد تعرضهم لمجازر وحشية على مدار أكثر من 40 يوماً وبدء سريان الهدنة المؤقتة عاد أهالي القطاع ليبحثوا عن أي شيء يجدونه داخل منازلهم التي هدمت فحجم الضمار الذي لحق بالقطاع غير مسبوك الهجمات الإسرائيلية ضمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضراراً بأكثر من 222 ألف وحدة سكنية مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكد أيضاً أن 279 من المرافق التعليمية تضررت ولم يتمكن أي من نحو 625 ألف طالب في غزة من مواصلة تعليمهم أكثر من نصف مستشفيات غزة وما يقرب من سلسي مراكز الرعاية الصحية الأولية خارج الخدمة وتضررت 53 صيارة إسعاف وطلقت جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها أوامر إخلاء من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال سعى منذ بداية عدوانه لخلق حالة معيشية غير قابلة للاستمرار عملية هدم وتهجير قصرية ونقص مواد أساسية لا تلبي إلا جزءاً بسيطاً من احتياجاتهم اليومية في وقت حذرت فيه العديد من الدول من استمرار هذا الوضع المأساوي ليس فقط داخل القطاع ولكن على دول الأقليم الذي لا يزال يأن من عدم الاستقرار الأمني والسياسي طوال السنوات الماضية